السلام عليكم ورحمة الله بلغ المسلمون في بدر أن رجلا يدعى كرز بن جابر يريد أن يمد المشركين بمدد من الرجال والسلاح فغم ذلك المسلمين وشق عليهم فأنزل الله تعالى إذ تقول للمؤمنين علي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين أذكر أيها الرسول ما كان من أمر أصحابك في بدر حين شق عليهم أن يأتي مدد للمشركين فأوحينا إليك أن تقول لهم ألي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى يا رب يكفينا ذلك وتأمل معي أخي الكريم في كفتي الميزان بعد أن كان عدد المشركين ثلاثة أضعاف عدد المسلمين ووعدوا بمدد من الرجال والسلاح انقلب الحال وأمد الله جيش المسلمين بثلاثة أضعاف أعداد المشركين من الملائكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل آخذ برأس فرسيه عليه أداة الحرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا فقال العباس إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهه على فرس أبلق ما أراه في القوم فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله فقال أسكت فقد أيدك الله بملك كريم فاللهم أنزل جيشا من الملائكة ينصر عبادك المؤمنين على اليهود الغاشمين المعتدين اللهم آمين إذ تقول للمؤمنين ألي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين